السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نثبت مطجر ميكروسوفت على نسخ لتي اس سي سي فوق كانت نسخ ويندوز عشرة او ويندوز حداشرة. طبعا معروف ان النسخ دي بتنزل بدون المطجر. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله علمك ازاي تثبت المطجر بمنتهى البساطة. لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا هاخد الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه ليك في قلب صندوق الوصف عشان ابدأ عملية تحميل المطجر. كل اللي انت هتعمله هتاخد الرابط ده هتعمله عملية لصق في قلب المتصفح بتاعك. وتبدأ عملية تحميل المطجر. بعد ما حملنا المطجر هيزهر عندي بالسورة ملس مضغوط زي ما حضرتك شايف. كل اللي انت هتعمله هتقف عليه. تبدأ تعمله عملية استخراج للملفات. تمام كده هو. هتبدأ تفك الضغط عن الملف. تمام. وبعد كده تقول له استخراج. وتقول له اوكي. وتنتظر لحديث ما يفحق الضغط عن الملفات. زي ما حرك شايف كده تم انتهاء فك الضغط عن الملفات. تمام. هيبدأ يزهر معايا بالصورة ديت. هبدأ افتح الملف. وابدأ اخد الملف اللي هو جواه. تمام? هبدأ اخده قط. واخده اعمله لصق على سطح المكتب. بحيس ان انا اول ما افتحه الاقي على طول الملفات اللي في قلبي. الخطوة دي خطوة مهمة جدا. لازم اول ما تفتحه وتلاقي الملفات اللي موجودة. ما يكونش فلدر فقلبي فلدر تاني. تمام? اوه زي ما حركش شايف مرة تانية. هفتح هتلاقي الملفات اللي موجودة بداخلهم مباشرة. تمام? هبدأ ااخد الملفات ديت. اعمل لها كوبي. اروح افتح مي كمبيوتر. هفتح بارتشان استي. هبدأ اعمل لصق لهذه الملفات فقال ببارتشان استي. تمام? طبعا ده امر موقع لحين تثبيت المتجر ممكن بعد كده حضرتك تمسح هذه الملفات. بعد ما عملت له عملية لصق هبدأ اضغط عليه وافتح الملفات. تمام? بحيث ان الملفات بتاعته تبقى ظهرة مباشرة. ابدأ اعمل هنا كليك. ابدأ ااخد المسار ده. اخده كوبي. ابدأ اغفر بارتشان استي. هاجي هنا في خانة البحث. ابدأ اكتب كلمة باورشيل. ومجرد ما كتبت كلمة باورشيل. هيبدأ اظهر معي الباورشيل. ابدأ اعمل عليه كليك يمين. وابدأ اعمل له عملية تشغيل كمسؤول. خطوة دي مهمة جدا. اقول له ياس. انتظر طبعا الحديث مع الباورشيل اللي يفتح معي. لحظات بسيطة. بعد كده حضرتك هتروح كاتب سي دي. في الباورشيل. سي دي. تعمل مسافة. تبدأ طعف بالماوس بتاعك. تعمل كليك يمين. هيتم لصق المسار اللي انت نسخته من بارتشن السي. تبدأ تضغط على انتر من لوحة المفاتيه. تمام. نرجع مرة تانية للبارتشن. بتاع السي. نفتحه. وبعد كده نفتح الفولدر اللي احنا حطينا فيه اللي هو المتجر. نبدأ نفتح الملف ده. نبدأ ناخد كل الملفات اللي موجودة هنا نعمل لها عملية نسخ. ابدأ ااخد كل ده نسخ. ابدأ اعمله كوبي. ابدأ في الملف. ارجع مرة تانية لسطح المكتب. على البورشن اللي انا لسه فتحه. ابدأ اعمل كليك يمين. هيتم لصق كل هذه الملفات. ابدأ اضغط على انتر. تمام. هتبدأ عملية تزبيت المتجر. زي ما حدرك شايف كده عملية التزبيت شغالة. واوري لحضرتك ان المتجر فعلا تم تزبيته على الويندوز. تابع معي الفيديو. انا انتظر طبعا لحين انتهاء هذه العملية. وبعدها هتلاقي حضرتك تم تزبيت متجر ميكروسوفت. على نسخة الويندوز الخاصة بك. بمنتهى البساطة. هبدأ اروح على اللي هي قائمة ستارت. افتح قائمة ستارت. واروح على اللي هو الات. تمام. زي ما حدرك شايف كده. المتجر اصبح موجود. ممكن اعمله. اه ان انا خليه موجود في قائمة ابدأ. ها في الباورشيل. زي ما حضرك شايف كده ارجع مرة تانية. هتلاقي حضرتك المتجر بتاع ميكروسوفت بقى موجود عندك. ممكن تفتحه وتسبت منه كل التطبيقات اللي حابب تتعامل او تسبتها على الويندوز الخاص بك. زي ما حضرتك شايف كده انا فتحت المتجر بعد تثبيته على نسخة ويندوز حداشر. نفس الخطوات دي انت هتعملها على ويندوز عشرة. زي ما حضرك شايف كده انا قدرت ان انا اسبت المتجر واشغله. وتبدأ حضرتك تستمتع بكل التطبيقات اللي بتوفرها ليك شركة ميكروسوفت. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد. ما تنساش طبعا انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.